محمد مؤخراً عدت من الجزائر نعم وكان فيه هناك حاة لطيفة جداً صارت معك وجدت لك طفل جزائري وأعطتك حصالي الله أنت متبعني منيح عليك يعني من أصعب المواقف اللي شفتها في حياتي يعني قديش أنه كنت يعني جالس بالأوتيل فأيجت ستة كبيرة شوف يعني هلأ مش بدي أمدح قديش يعني بدي أحكي هالموقف وبيدي أحكي عن شعب الجزائر إذا بتسمح لي قديش شعب عظيم وشعب سديني أنه أنا في بعض لحظات يعني حسيت أنهم فلسطينية بلد المليون ونصف شهيد يعني حسيت أنهم بيحبونا يا أخي محبة صدقني والله وبدون مجاملة بيحبونا محبة يعني أنا المكان صدقني من يوم ما بلشت يعني انشهرت وبلشت تحرك عدوة العربية وبالعالم البلد اللي ما بدي أحكي بصراحة مش تحيز أو شيء بس البلد اللي بكيت فيه كان الجزائر من كتر ما حسيت هالمحبة اللي عندهم يا أخي والله العظيم شيء يعني 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 بحرك الحجر إنه محبتهم لإلنا إجت ستة كبيرة إجتني على القتيل وجايبي معاها بنتها صغيرة وعمرها 8 سنوات بتقولي بنتي إلها من أول ما إنتي إجيت على البلد على الجزائر قالتلي وبنتي بتبكي ما بدها ما بدها توقف بكة قالتلي بدي أشوفها محمد عساف بتخيلوا شو القصة يعني الموضوع إنه هي مش بدها تشوف إنه فيه هدف شوف العظمة في بنت عمرها 8 سنوات إجت البنت جايبي حصلتها هيك صغيرة وفيها فلوس فجايب تبكي البنت إنه بدها تعطيني الحصالة هاي اللي فيها الفلوس بتقولي هدول أعطيهم لأطفال غزة يا الله يعني موسيق فموقف يعني والله العظيم يا جماعة في حياتي يعني أنا شخصيا ما حصل معاي موقف زي هيك يعني أنا يعني حسيت حالي سدين والله حسيت حالي صغير قدامها بمعنى الكلمة وما بجامل إنه بنت إنه شوف هالثقافة بنت عمرها 8 سنوات جايبة حصالة فلوس يعني قديش بدا تكون حاطة فيهم الحرام قال بتقولي أعطي هدول لأطفال غزة يا تقاوة شعر فإنه فما بالك في إذا هيك الأطفال فما بالك بالناس اللي بيشوفونا والكل بسلم علاجية كان في الجزائر وبيبكي عم بيحكولي إنه فيه ويقولي فلسطين وفلسطين وقديش المحبة اللي حسيتها من هالشعب العظيم حلو هو شعب العظيم